وأكد وكيل أول مجلس نواب نيابة عن المجلس أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هي تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد هدفه الأسمى إعلاء الحق وأشدد سعد الدين على أن رئيس السيسي هو تكسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت وتناضل من أجل السلام رغم امتلاكها لقوة هائلة يعلمها القاسي قبل الداني وفي هذا المقام يؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن ما يقوم به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هي تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد قائد جسور هدفه الأسمى إعلاء الحق ولا يخشى فيه لوم تلائم ففخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تكسيد لضمير الأمة المصرية تلك الأمة التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل السلام رغم امتلاكها لقوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني قوة تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس في العدوان عن الغير تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس في العدوان عن الغير